اشتركوا في القناة بالصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وحسب بيان مصالح الولاية فقد امر الوالي باداع شكوى قضائية ضد صاحب الحفل وكذلك المغني من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية اولاد رابح والقضية حاليا امام الجهات القاضية واشار البيان الى انه بالرغم من اعلام وتنبيه واعزار صاحب هذا الحفل من طرف مصالح الدرك الوطني بعدم اقامته فقد تجرأ صاحب هذا الزفاف على اقامته خارقا بذلك كل القوانين والتنظيمات الجمهورية الخاصة بحالة التعامل مع جائحة كورونا متسببا فيما يلي تعريض حياة المواطنين للخطر مخالفة اجراءات الحجر الصحي اقامة حفل زفاف بدون ترخيص ومخالفة القرارات التي تمنع احتفالات الزواج عبر اقليم الولاية واضف البيان ان مصالح الدرك الوطني تدخلت في منتصف الليل من نفس اليوم واوقفت الحفل بطريقة سليمة واوضح البيان انه قد تم صبيحة اليوم السبت استدعاء وسماع صاحب الحفل في محضر رسمي